طيب، في لعبة كده بنلعبها نهاية الموسم، دايماً، تشكيل الموسم معايا كابتن إسماعيل يعني، مدرب ولاعب كبير وتاريخي وإداري وكل حاجة فنعمل تشكيل لفريق الموسم في الدوري موسم 2021-2022 تعرف طبعاً إحنا في الموسم ده موسم كما كابتن إسماعيل في 2021؟ أنا نسيت والله، مش الكاس الأديم تلعب أنا كل يوم ببقى غلطة، أنا كل يوم بطلع بغلطة في سواب الكاس الأديم وإحنا في الكاس الأديم ولا الجديد؟ دلوقتي الكاس الجديد الأديم تلعب، أنا طلعت مرة أولت كاس اللي حننلعب فيه دلوقتي ده أولت كاس 2021-2022، صديق إعلامي محترم جداً، دايما تبقيت لها على الإستجرام بيقول لي يا كريم 2022-2023، تريام ده إحنا لسه مش فيهناش 2023، يعني كمان هنلعب المستقبل هنلعب الماضي والمستقبل والحاضر، فالخلاص هي طلبت، نلعب التشكيل، نبدأ بحراسة المرض أنا هحطط لك اختيارات عشان برضو أفكرك بيها ونشوف الأول أنا هقول لك، حراسة المرمى، محمد الشناوي، محمد عواد، محمد صبحي، محمود جاد، محمد بسام وبرضو لك الحقيقة أنك تقول اسم من خارج الأسماء اللي أولا لك دي كلها لا عواد، محمد عواد، محمد عواد أفضل حالس محمد عواد تحول في المستوى أو يعني مش تحول، لعب كان دايماً على الدكة، وخلينا منطقيين في بعض الأوقات كان مش يزنم، بس كان يبقى عايزه ما بياخدش خد، طبعاً، صبر، ومزهقش، ويشتغل على نفسه، ويستحق اللي هو فيه يستحق، آه طبعاً، مية في المية، وأنا اتفي معك، طيب، سناء الدفاع سناء، نلعب بثلاثة أو بثنين؟ أنا رأيي نلعب بربعة، اثنين، ثلاثة، واحد، ونسبت عشان تعرف ترم تمام؟ إيه رأيك؟ ناخد سناء في السنتر باك، محمود حمدي الوينش، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أسامة جلال، أحمد سامش الوينش؟ الوينش، الوينش واحد، أسامة جلال، الوينش وأسامة جلال، أسامة جلال كمان عامل موسم حلوة أوي، 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 لعيب، لعيب، يا ربي يمشي على كده على طول متاح للمفاوضات، أسامة ولا بنا متزقافة؟ لا، لا، صعب، نعم، مات نهوبش نحن بأندية معينة يعني أيوة، عشان نتبوس كتير، هندفع كتير، بس هوبنا، انت مش هوبت على عبدالله السعيد، ولا ما هوبتش؟ لا، لا، هوبت عليه من ثلاث سنين أنا، من ثلاث سنين، تمام، يبقى سناء الدفاع، أسامة جلال والوينش، طيب، زاير أيمن احنا منتكلم في عمر كمان عبدالواحد، حمزة المسلوسة، هشام صلاح، عمر جابر، أكرم توفيق أكرم توفيق برضا شلاب نص المسلم الأول قبل، نص المسلم أعد صاب يعني، أنا شايف إن هشام كويس جداً هشام صلاح للتحاد، هشام صلاح، آه، كويس، أنا متابع من أول السنة، أعيب كويس، وصغير في السن، وممكن يجي منه مع تطوير سنة في بعض الأداء يبقى هشام صلاح، زهير أيمن، نروح ليه الزهير الأيصر، الزهير الأيصر، أحمد فتوح، علي معلول، عبدالله جمعة، جونسان نجويم، إصحاق ويعقوب فتوح، فتوح على طول، دون تفكير، جونسان كمان عمل موسم حلوة وقت، كويس جداً، بس فتوح مؤثر قوي نروح لحمد فتوح، زهير أيصر، بحسب تشكيلة الكابتن إسماعيل يوسف، فوسط مدافع، نختار اتنين، إمام عشور، عمر السلية، محمد ريدا بوبو، بلاتة توريه، وليد الكارتي إمام عمر السلية، بلاتة توريه لعيب كبير، بس جاهي في يناير، فأنا بأخذ بالي، وبرده لا، لا، لعيب كبير، أحسن واحد ستة في مصر، مدهشة كابتن إسماعيل، أحسن واحد، رقم ستة بيعملها زي الكتاب ما بيقول، حقيقة، وين اللاعب زي أخذ بصوته، وبيلف في ثانية، ولعيب كبير جداً، بس طبعاً أنا جي في نص الموسم هو والكارتي، على فكرة كارتي من أحسن لعيبة تمانية موجودين في مصر، برضو يعني لعيب كبير جداً، لكن أنا بقول إن عمر قبل ما يتصاب طبعاً كان في مستوى كبير جداً، لحق إنه موجود وإمام عشور وإمام عشور، طيب، صانع لعيب لعب عشرة بقى، محمد مكدي أفشي، عبدالله السعيد، محمد إبراهيم، وحطيت لك برضو عبدالتبير الوادي وأحمد سامير عشان إتنين دول كانوا سعب يلعبوا عشرة في فرقهم، فتختار إيه؟ لغير من هم جلسة من قبل الفقرة دي بقولك عبدالله السعيد حسن لعب؟ أحمد سيد زيزو، عبدالرحمن مجدي، ولويس إدوارد، الناس كلها كويسة، بس زيزو طبعاً، زيزو فورما ما شاء الله عليه وربنا يقدم عليه الأفضل في مصر عموماً يعني، فأحمد سيد زيزو، جناح أيمن، جناح أيسر، أحمد رفعت، أشرف بن شرقي، إبراهيم عادل، طهر محمد طهر، مصطفى شلبي أنا صراحة الحتة دي طبعاً صعبة جداً، لأن أنا بحب أحمد رفعت جداً، مختنع بيه، وعمل أداء متميز من السنة اللي فاتت من قبل ما يجي هطمنك، إحنا هنحط برضو ستة عدك بعد ما نخلص يعني إيه بقى أشرف وهو؟ إيه بقى أشرف الأول، صح كده؟ أشرف في التشكيل السياح؟ أحمد رفعت لعيب كبير تمام، أشرف بن شرقي في التشكيل السياح كجناح أيسر في هذه التشكيلة تشكيلة كابتن إسماعيل يوسف مهاجم وحيد، سيف الجزيري، أحمد عاطف، جون إيبوكا، شادي حسين، مروان حمدي صعبة يعني؟ صعبة طبعاً إيبوكا كميس جداً، عمل موسم خرافي، وصغير 25 سنة وسريع وعنده التحركات طبعاً سيف الجزيري في النص الأخير في الدوري كان متميز جداً شادي عمل موسم أكتر ممتاز برضو مع سيراميكا وجايب أحسن هدف الدوري صح، رائع هدف خرافي مروان برضو، معاطف لعيب، يعني المجموعة دي مجموعة جامدة جداً هظلم أي حد لو قلت واحد واثنين، بس مجبرين بقى بدلاً ما أنا مع كريم مجبر إن أنا أحط إيبوكا وسيف الجزيري ما إحنا عايزين واحد، وهنحط واحد عليك اختر واحد في الأساسي وواحد عليك سيف أساسي يبقى سيف جعفر في التشكيلة الأساسية نحط سيف جعفر سيف جعفر برضو لعيب في الزمالك سيف الجزيري في التشكيلة الأساسية ودي تشكيلة الكابتن إسماعيل يوسف الأساسية اللي أفضل تشكيله في مصر موسم 2021-2022 محمد عواد في حراسة المرمى، خاطر الدفاع، هشام صلاح، الوينش، أسامة جلال، أحمد فتوح وسط الملعب عامل السلية، إمام عشور، قدامهم أشرف بن شرقي، وعبدالله السعيد، وزيزو، وسيف الجزيري تشكيلة جامدة والله تخد كس العالم نفسها درامهم صح جداً نحن نحط الدكة كمان نحن نختار ستة عالدكة ستة ماشي ستة، سبعة بقى؟ 18 يبقى سبعة عالدكة نحط سبعة حراسة المرمى الشناوي الشناوي محمد الشناوي معنا على الدكة الدفاع ياسر ياسر إبراهيم عجبك ياسر إبراهيم لا، لا، خويس طبعاً يبقى ياسر إبراهيم هتحط لنا الدكة أو مش نحط الدكة؟ هنخليها بس فربلي ها هيبتاجها الشناوي ياسر إبراهيم ومين في زايل أيمن عالدكة؟ عمر كمال عمر كمال عبد الواحد زايل أيسر؟ جونسان جونسان نجوين وسط مدافع؟ بلاتة تورية بلاتة تورية بلاتة تورية العاب والجناح الأيمن أيوة وجناح الأيسر والمهاجم إنت محتاجة نين محتاجة نين؟ أه أحط محمد إبراهيم أحط محمد إبراهيم صانع العاب أه والجناحات أحط رمضان رمضان صبح إبراهيم عادل مش نا العب كبير بس مش طخبته تعريبك بتشوف اللي هتلعب بيه أه ه ه ه ransه مدرم بتاعه نinga مرة أخيرة قبائما غير مائز بدكة تشكيلة الكابتن إسماعيل bel sat oleil musim истор minute 2021 22 محمد عواب في حراس المرمى خط الدف的是 ن sieteية كابتن احمد إبراهيم عمر كمال عبد الواحد بلاتة تورية محمد إبراهيم مين تانية بلاتة تورية تشكيل الأسية محمد عواد أحمد فتوح أسامة جلال الوينشي هشام صلاح عمر السلية إمام عشور أشرب بن شرقي عبدالله السعيد زيزو سيف الجزيري والتشكيلة الاحتياطية محمد الشناوي ياسر إبراهيم عمر كبال عبدالواحد جونسان ورمضان صبحي وبلاتاتوري ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم ممكن يرجع الزمالك تاني هو جدد جدد نحا بس الزمالك ما يتفوتش يعني تاني هو يعني هو لقي نفسه في أكتر في سرمي هو عامل موسم من شاء الله يلعب منتخب يعني لأنه هو هو وعبدالله في المكان ده لو بنلعب عشور مش عامل موسم معي التشكيلة احتياطية كمان والتشكيلة لسية للكابتن اسماعيل يوسف لهذا الموسم هي تشكيلة فعلاً حلوة أوش معقول تاخدها وتروح المنتخب بس هنشيل كام واحد أجناب اللي فيها آه أجانب بس هنشيل كام واحد أجناب اللي فيها